بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي الطلاب برحب بيكم في محاضرة جديدة وانهاردة ان شاء الله عايزين نسأل نفسنا ونعرف ازاي الجينوم بتاعنا او الجينات بتحمينا من حدوث الكنسر وعشان نرد على هذا السؤال لازم ندرس مع بعض السيل سايكل او دورة حياة الخلية ونعرف المرحلة اللي اسمها الانترفيز. الاجندة النهاردة بتاعتنا هتبقى عبارة عن ايه? اول حاجة هنعرف مع بعض يعني ايه السيل سايكل? هنعرف مع بعض المرحلة اللي بقول عليها الانترفيز وايه يا ترى ايه المراحل بتاعتها? هنعرف الاحداث اللي بتحصل في كل مرحلة واخر حاجة هنعرف مع بعض ازاي الانترفيز دي بيتم تنظمها? وهنشوف مع بعض ازاي ربنا هيأهل هذه الخلية عشان تقدر تعيش في دورة حياتها. مبدئيا كده هو يعني ايه سيل سايكل? سيل سايكل بالعربي يعني دورة الخلية دورة الحياة بتاع الخلية. يعني برضو عبارة عن ايه? عبارة عن مرحلتين متعاقبتين متتاليتين. مرحلة منهم بقول عليها الانترفيز يليها مرحلة اسمها الميتوزس. يبقى ازا الخلية بتعيش او بتلف في مرحلتين مرحلة اسمها انترفيز تخلصها تدخل على ميتوزس ويجي بعد الميتوزس مرحلة انترفيز وبعدين ميتوزس وهكذا وهكذا. طيب تعالوا نبتجي بالانترفيز. خلينا اقول لك ان الانترفيز دي هي دي المرحلة اللي اطول. طب ايه يا ترى باختصار كده اللي بيحصل في الانترفيز? اول حاجة بتحصل ان الخلية بتيجي وتكبر. يعني ايه بتكبر? يعني بتزيد في الحج. وهنعرف ليه بعد شوية هي بتزيد في الحج. تاني حاجة الخلية بتقوم بوظيفها الطبيعية اللي ربنا خلقها بيها. يعني لو خلية بتصنع بروتين? هتصنع لك بروتين. تالت حاجة ان الخلية بتيجي وتضاعف كمية الدين ايه بتاعتها استعدادا للدخول في الانقصام. وهنعرف برضو بعد شوية ليه الخلية بتضاعف الدين ايه بتاعها. بقدر اقول ان الانترفيز ده يعتبر مرحلة تحضيرية بتحضر فيها الخلية نفسها للدخول في المرحلة التي تليها. الا وهي مرحلة الميتوزيز. وخلينا اقول لك ان الميتوزيز ده او الانقصام الميتوزي دي بتبقى مرحلة قصيرة. واللي بيحصل فيها ان الخلية الام بتيجي تنقسم لخليتين متماثلتين. متماثلتين في ايه بالزبط? في الشكل وشبه بعضهم وشبه بالزبط الخلية الام. طب في الشكل بس. لا ده كمان في عدد الكروموزومات. اه يعني ايه? يعني يا شباب زي ما انتم عارفين ان الخلية الجسدية بيبقى جواها 46 كروموزوم. الخلية دي لما بتدخل في مكسام ميتوزي وتديني خليتين متماثلتين في الشكل وفي عدد الكروموزومات. فيبقى كل واحدة من الخلايا البنات اللي بقول عليهم الدوتر سيلز بيبقى هما كمان عندهم 46 كروموزوم. طيب يا ترى كل خلية من خلايا البنات دي اللي نتجد من المكسام الميتوزي. هتعمل ايه? هتيجي نفس اللي عملته امها هتعمله. بمعنى ان الخلية دي هتيجي وتدخل في الانترفيز تحضر نفسها للمكسام الميتوزي. وتيجي تدخل على الميتوزي استنقاسم لخليتين. كل واحدة فيهم تيجي وتكرر نفس اللي عملته امها وتدخل في انترفيز وبعدين الميتوزيس وهكذا 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 هو ده اللي بنقول عليه السيل سايكل او دورة الحياة بتاعة الخلية. حشان بهالك بايه كده بالزبط? حشان بهالك بالست الحامل. السب بتقعد قد ايه حامل فترة طويلة? حوالي تسع شهور. في خلال التسع شهور دي ايه اللي بيحصل? بتزيد في الحج. صح ولا غلط? تاني حاجة بتقوم بوظيفها الطبعية اللي ربنا خلقها بيها. يعني والله لو هي ست بيت هتبقى ست بيت. لو واحدة كده بتشتغل زي انا هتشتغل زي انا. تالت حاجة ان الست دي بتحضر نفسها بتجهز نفسها عشان عملية الولادة. بتجهز نفسها ازاي? انها بتاخد بيتامينات. بتاكل كويس. بتروح للدكتور بتعمل فحص دوري. بتحضر الشنطة بتاعة البيبي. كل ده استعدادا للدخول في المرحلة القصيرة اللي هي مرحلة ايه? مرحلة الولادة. واللي نقول مسر انها بتستمر بكتير ساعة. ويه? بتنتب في هزي المرحلة ان الست دي لو تخيلنا تخلفت ايه? بنتين توقم. بنتين توقم. كل بنت منهم لما كبرت عملت ايه? عملت نفس اللي عملته امها. جات تجوزت حملت قعدت فترة طويلة من الحمل جهزت فيها نفسها عشان تدخل في المرحلة القصيرة بتاعة الولادة وجات خلفت في النهاية توقم كل بنت منهم عملت نفس اللي عملته امها. ودي دورة حياة ايه? دورة حياة الست. يبقى ممكن اقول ان فترة الحمل الطويلة هي نفسها فترة الانترفيز اللي هي الفترة التحجيرية. وفترة الولادة القصيرة هي نفسها المرحلة بتاعة ايه? بتاعة الميتوز. وخلينا ناخد مع بعض اول مرحلة من السل سايكل المرحلة الطويلة الى وهي الانترفيز والل بالعربي بنقوله عليها الطور البيني. من اسمها بيني يعني ايه? بيني يعني مابين. ايه يعني ايه مابين? يعني الانترفيز ده عبارة عن مرحلة مابين مرحلتين. اللي هم ايه مرحلتين? اللي هم عبارة عن الاثنين ميتوزس الميتوزس بتاع الام والميتوزس بتاع الابنة ازاي الكلام ده احنا لو تخيلنا ان دي الخلية الام جات ودخلت على الانترفيز وحضرت نفسها للدخول في الميتوزس والميتوزس نتج عن ان الخلية اتقسمت لخليتين كل واحدة فيهم جات وقامت دخلت على الانترفيز وبعد كده على الميتوزس يبقى إذن الانترفيز ده ما هو إلا مرحلة ما بين انقسامين الانقسام الميتوزي بتاع الأم والانقسام الميتوزي بتاع الإبناء من هنا جاء اسمي بتاعها ألا وهو الطور البيني وخليني أقولك إن الانترفيز بينقسم لتلات مراحل أول مرحلة بقول عليها G1 تاني مرحلة بقول عليها S فيز وتالت مرحلة بقول عليها G2 فيز خير بتجي بأول مرحلة عندنا اللي بنقول عليها الفيرست جاب فيز أو اختصارها جي وان فيز جي نسبة لجاب وان نسبة لفيرست يعني ايه فيرست جاب؟ جاب معناها مسافة ما بين حاجتين وهنا حنشير لها انها عبارة عن حبة زمنية او مساحة زمنية ما بين ايه؟ ما بين مرحلتين ايه المرحلتين دول؟ والله الفيرست جاب فيز دي هتبقى ما بين نهاية الميتوزيس نهاية الميتوزيس الذي يسبقها بتاع الخلية الام وما بين المرحلة اللي بعدها اللي اسمها الاس فيز اللي هي هتدخل في ايه؟ الخلية الابنة خلينا اقول لك ان الفيرست جاب فيز ده بيعتبر اطول مرحلة من مراحل السل سايكل وعشان هو اطول مرحلة بتحصل فيه احداث كتير ايه الاحداث دي؟ اول حاجة ان الخلية بتكون الRNA بتاعها اللي هو الحامد النووي اللي اسمه RNA والبروتينات اللي هي بتحتاجها علشان ايه؟ علشان الانقصام بتاعها اه يعني زي ايه مثلا؟ زي البروتينات اللي هتحتاجها عشان تعمل بيها تضاعف للDNA في المرحلة اللي تليها زي ما هنشوف بعد كده مش كده وبس كمان الخلية بتيجي وتوصل لأقصى حجم بتاعها يعني ايه اقصى حجم بتاعها؟ متفقين معايا ان الخلية الام لما بتيجي تدخل في الميتوزز وتنقسم لخليتين كل واحدة هيبقى حجمها هيقد ايه؟ نص حجم الخلية الام بالظبط كده لو عندك رغيف عيش واسمته نصين هيبقى كل جزء عبارة عن ايه؟ نص الحجم الاصلي بتاع العيش فعشان كل خلية من خلية البنات ترجع تدخل تاني في هذا الانترفيز لازم ترجع تزيد في الحجم تزيد في الحجم وتوصل لايه؟ للحجم الاصلي بتاع الخلية الام ومش كده وبس كمان في هذه المرحلة الخلية بتقوم بكل الوظائف الطبيعية بتاعتها اللي ربنا خلقها بيها ومش كده وبس دي كمان في هذه المرحلة بيبتدي بيبتدي التضاعف بتاع السنتروزوم فاكرين السنتروزوم يا شباب اللي هو كان عبارة عن ايه؟ عبارة عن اتنين سيرتريول عمودينا على بعضهم ففي هذه المرحلة بيبتدي تضاعف السنتروزوم يعني ايه بيبتدي تضاعف السنتروزوم؟ يعني بمعناه ان السنتروزوم انا عايزة يبقى فيه الخلية مش واحد عايزة يبقى فيه اتنين سنتروزوم فالتضاعف ده هيبتدي في هذه المرحلة بالزبط كده امتى والخلية ماشية من جي وان رايحة المرحلة اللي بعد كده اللي اسمها الاس فيز معنى ان بيبتدي التضاعف ان معناه ان التضاعف هيكتمل في مرحلة تانية المرحلة التانية اللي هي ايه هيكتمل فيها المرحلة بتاعة الجي تو فيز طب السؤال هو انا ليه عايزة جوه الخلية اتنين سنتروزوم لان يا شباب احنا خدنا بكده ان السنتروزوم ده المكان اللي بتشاع وتطول منه المايكروتوبيولز فانا هنا عايزة ايه عايزة اثناء الانقسام الميتوزي بتاع الخلية يبقى فيه عندي اتنين سنتروزوم كل واحد موجودة عند قطب من اقتاب الخلية يبتدوا يشاع منهم مايكروتوبيول عشان يكونوا لي السبيندل فيبرز او الخيوط المغزلية اللي حتترصص عليها الكروموزومات عشان كده انا محتاجة اتنين سنتروزوم فاذن حيبتدي التضاعف والخلية ماشى من جي وان لس فيز وحيكتمل فيه جيتو اتفقنا يا شباب خلي بالكم من حاجة مهمة اوي ايه هي ان فيه بعض الخلايا في جسمك بعد ما تتكون وانت جنين بتاخد بتاخد نفسها تاخد بعضها في بداية جي وان وتخرج برا السيل سايكل تماما طب هي معنى انها خرجت برا السيل سايكل ان الخلية دي هيبقى لسه عندها قدرة على الانقسام لا مش هتنقسم طب هي ليه مش هتنقسم لان الخلايا دي بتوصل لمرحلة من التمايز من التخصص من الديفرانشييشن بيحصل معاها ان قدرتها على الانقسام بتقل او بتنعدم تماما بتنعدم تماما وزي ما هناخد بعد كده شباب ان كل ما درجة التخصص بتاع الخلية بيزيد كل ما قدرتها على الانقسام بتقل او بتنعدم تماما تماما طيب هي معنى انها خرجت برا السيل سايكل دي بتفقى مرحلة اسمها ايه بقول عليها مرحلة جي او فيز و او اختصار او تسايد دا سايكل يعني خلية بتبقى خارج الدورة بس خلي بالك في بعض الخلايا في جسمنا بتبقى برا الجي او برا السيل سايكل دي او في الجي او فيز مدى الحياة يعني ايه مدى الحياة يعني لو ايه باللزي لو ايه باللزي حصل لا يمكن انها تدخل تاني على السيل سايكل وتنقسم في هذه الحالة بقول ان هذه الخلايا بيبقى وضعها ايه في الجي او بيبقى وضع بيرمنت دائم بتفضل طول عمرها برا السيل سايكل لا يمكن تدخل تاني وتلف في الانترفيز والميتوزيس لا يمكن انها تنقسم زي مين مثلا زي الخلايا العصبية الخلايا العصبية بعد ما بتتكون في جسمك وانت جانين بتيجي كده وتقوم جاية واخدى بعضها خرجها برا السيل سايكل وتبقى ايه خارج السايكل في الجي او فيز معنى كده ان حتى لو في خلايا عصبية او خلايا عصبية اتدمرت في جسمك لا يمكن باقي الخلايا العصبية هتدخل مرة تانية وايه وتنقسم مش كده وبس كمان الخلايا بتاعت عضلات القلب اللي هي كارجيك ماصل نفس الحكاية لا يمكن انها تنقسم وضعها خارج الايه السيل سايكل بيبقى وضع ايه دائم لكن على النقيد يا شباب في خلايا تانية وضعها خارج السايكل ما بيبقاش دائم ولكن بيبقى مؤقت يعني ايه مؤقت يعني هي بتبقى برضو في الجي او فيز ولكن لو جات لها اشارة بيقول لها احنا محتاجينك علشان تدخلي وتنقسمي حتيجي تدخل مرة تانية في الانترفيز وبعدين في الميتوزس وتنقسم فاذا هي وضعها خارج الدورة بيبقى ايه هل بيبقى ترمنانت لا والله ده بيبقى مؤقت تقدر تدخل تاني في السيل سايكل وتنقسم وقت ما يجي لها اشارة او وقت الحاجة لها طبعا اشهر مثال لهذه الخلايا ايه خلايا الكبد لو قلنا مثلا ان في مريض جاله ورم خبيس في جزء من الكبد بيجي الدكتور يقول له ايه انا هشلك جزء من الكبد بس ما تقلقش الكبد حيرجع ينمو مرة تانية طب هو ليه حصل كده علشان الليفرسلز او خلايا الكبد دي هي في الوضع التبيعي بتبقى في الجي اوفيز ولكن هنا جالها اشارة تقول لها ايه احنا محتاجينك دلوقتي في جزء من خلايا الكبد فقد فاحنا عايزين بتدخلي تاني في السلسة وتنقسمي عشان تجددي هذا الجزء المفقود مش كده وبس كمان الخلايا بتاعة اليوترس اللي سموث مصل الخلايا العضلات بتاعة الرحم انت سألت نفسك هو ليه اليوترس او الرحم بيزيد في الحد مع الحمل مش بس عشان البيبي موجود لأ لان الاسموث مصل بتاعته بتزيد في العدد وبتزيد في الحد فاذا هذه الخلايا برضو جالها اشارة انها تدخل في السلسة المرة تانية وايه ويه تنقسم وتزيد في العدد اتفقنا شباب تاني مرحلة في انترفيز عندنا اللي بقول عليها الDNA Synthesis Phase او اختصارها S نسبة لSynthesis او اللي بالعربي نقول عليها مرحلة تكوين او تضاعف للDNA ايه اللي بيحصل في المرحلة دي بيحصل ان كمية الDNA بتتضاعف بتتضاعف ولكن ليس عدد الكروموزومات هو اللي بيتضاعف في فرق في فرق تضاعف كمية الDNA يختلف عن ايه عن تضاعف الكروموزومات عدد الكروموزومات عندي ثابت ولكن كمية الDNA هي اللي بتتضاعف يعني ايه الكلام ده شباب يعني انا عندي فيه 46 كروموزوم ما بجيش جنبهم بيفضلوا 46 كروموزوم ولكن كمية الDNA هي اللي بتتضاعف لا عايزا فيها منكتور ايمان تعالوا نشوف مع بعض انا عندي زي ما قلنا في الخلية الجسدية بيبقى فيه 46 كروموزوم كل كروموزوم من هذه الكروموزومات بيتكون من جزء واحد فقط من DAC فبسمي هذه الكروموزومات او اختصارة بقولوا عليه الاس كروموزوم single يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني انا عندي فيه 46 كروموزوم كل كروموزوم شايل جزء واحد من الDNA لما الخلية بتيجي تدخل على الاس فيز ايه اللي بيحصل بيحصل يا شباب ان كل كروموزوم من ال46 بدل ما كان شايل جزء واحد من الDNA بقى شايل جزءين من الDNA وبقى كل كروموزوم في هذه الحالة حنسميه double كروموزوم او اختصاره D كروموزوم فdouble كروموزوم يعني ايه يعني كل كروموزوم بقى شايل جزءين من الDNA وبقى الكروموزوم الدبل ده شكله بالزبط كده عامل زي حرف الX اللي هو ايه يعني زي حرف الX عبارة عن الفردة دي اللي بنقول عليها كروماتيد واللي هي عبارة عن جزء واحد من الDNA وفردة تانية اسمها برضو كروماتيد عبارة عن جزء واحد من الDNA والفردتين دول مسكين في بعض المنطقة في النص كده بنسميها centromair ومير يعني ايه يعني المنطقة centro اللي هي ايه اللي في النص والشكل ده يا شباب اللي عامل زي حرف الX بيظهر بوضوح بوضوح اثناء انقسام الخلية يعني لما هنجي بعد كده ناخد الميتوزيس حيلاقي ان الشكل ده العامل زي حرف الX ظهر بوضوح جدا جدا ايه انت اثناء انقسام الخلية دايما انا بحب اشبه الدول كروموزوم بالشكل بتاع المشبك المشبك فالمشبك ده عبارة عن ايه الفردة دي اللي انتبارها كروماتيد اللي هي جزء واحد من الDNA والفردة دي اللي هي عبارة عن كروماتيد اللي هي جزء واحد من الDNA ومسكين في بعض بعض بالحديدة دي اللي انا بقول عليها الايه السنترومير حشبهها لك بايه كده بالضبط اتطاعه في الDNA انت لو في عندك 46 ازازة مية مليانين لحد من الصوم بالمية جيت وزودت او ضعفت كمية المية في كل ازازة هل انت جيت جنب عدد الازايز لو والله عدد الازايز السابت هما 46 قمال ايه اللي زاد ايه اللي تضاعف اللي تضاعف كمية المية اللي شايلها كل ازازة هو هنا نفس الفكرة بالضبط انا عندي فيه 46 كروموزوم ما باجيش جنب عددهم اما 46 كروموزوم بس كل كروموزوم بدل ما كان شايل جزء واحد من الDNA بصوا بقى شايل ايه جزئين من الDNA فالسينجل كروموزوم ها اتحول لإيه لدبل كروموزوم اتفقنا يا شباب يبقى ازا ده يخليني اقول هو ايه انواع الكروموزوم انا عندي فيه نوعين من الكروموزوم اول نوع اللي بقول عليه السينجل كروموزوم اللي هو الكروموزوم اللي بيتكون من جزء واحد دي NNA وده اللي بيبقى موجود في الخلية قبل ما تدخل على مرحلة ايه السيفيز طب السينجل كروموزوم ده ممكن اسميه مسميات تانية اه ممكن والله اسمي ايه الكروماتين اللي انا بشوفه امتى في الانترفيز في النواة قبل ما ايه ما يحصل تضاعف دي ان ايه ممكن اسميه كروماتيد كروماتيد اللي هو ايه كروماتيد اللي هو عبارة عن الفردة الوحدة من ايه من الدبل كروموزوم يبقى اذا النوع التاني من الكروموزوم عندي اللي هو عبارة عن الدبل كروموزوم او ساعات بنسميه الميتوت الكروموزوم ليه الميتوت الكروموزوم لأن الميتوات الكروموزوم ده هو ده الكروموزوم اللي أنا بشوفه أثناء انكسام الخلية أو أثناء الميتوزز زي ما هنشوف بعد كده وزي ما قلنا أن الدبل كروموزوم ده هو ده اللي بيكون أثناء الإسفيز بعد ما يحصل تضاعف لكمية الـ DNA عشان كده الكروموزوم الواحد بيكون من إيه فردتين من الكروماتيدز دي واحدة ودي واحدة كل واحدة عبارة عن جزء من الـ DNA والتنين مسكين في بعض بالمنطقة اللي بنقول عليها الكسانتروير طبعا يا شباب الرسمة اللي قدامك ودي يعني دي عبارة عن خلية مش فيها اثنين كروموزوم بس هي فيها ستة رين كروموزوم بس وهو هنا جايب لك مثال لاتنين كروموزوم بس بدلا ما يعود لك يملالك الخلية بـ 46 كروموزوم فجايب لك مثال لاتنين فقط لما جم كل واحد فيهم حصل التضاعف بتاعه اتفقنا يا شباب طيب نيجي للسؤال بتاعنا ليه يا ترى الخلية ضعفت كمية الـ DNA بتاعها؟ ببساطة شديدة عشان لما تيجي الخلية الأوم تنقسم ليه خليتين كل خلية تستقبل نسخة من أي من الـ DNA بتاع الخلية الأوم فيبقى عندي كل خلية فيها كام؟ 46A-DNA 46 كروموزوم اللي هم كانوا موجودين فين؟ في الخلية الأوم اتفقنا؟ نروح على آخر مرحلة في الـ Interface اللي بقول عليها Second Gap Phase أو اختصارها بنقول عليه G2 Phase G نسبة لـ Gap والـ 2 لأنها Second Gap بما أن أنا كان عندي A First Gap Phase زي ما قلنا النجاب دي عبارة عن مسافة مسافة أو مساحة زمانية ما بين مرحلتين اللي هم إيه المرحلتين؟ اللي هي ما بين الـ S-Phase وما بين بداية الـ A الميتوزس وخليني أقول لك أن في هذه المرحلة بتحصل حاجتين مهمين أول حاجة أن الخلية بتيجي تخزن كل البروتينات والطاقة اللي هي بتحتاجها عشان عملية الإنقسام تاني حاجة إيه بيحصل اللي إحنا قلناها قبل كده؟ إن عملية تضاعف السنتروزوم بتكتمل وقلنا إنها بدأت إمتى؟ بدأت في G1 والخلية ماشية كده من G1 للـ S-Phase ابتدت تضاعف واكتمل في هذه المرحلة لكن خلي بالكم تكوين الخيوط المغزلية مش هيحصل لسه في هذه المرحلة ده هيحصل لما الخلية تدخل على إيه؟ على الميتوزس اتفقنا شباب؟ طيب يبقى إذن لما ده أسألك وقلنا قل لي أنواع الكروموزومات أثناء الإنترفيز حتقول لي إيه؟ حتقول لي والله في G1 phase قبل ما الخلية تدخل على الـ S-Phase أنا كان عندي 46 سينجل كروموزوم لكل كروموزوم بيتكون من جزء من الـ DNA لكن لما الخلية دخلت على الـ S-Phase يبقى إذن في الـ S-Phase والـ G2 اللي بعدها هتبقى عندي 46 كروموزوم ولكنهم إيه؟ دبل كروموزوم يعني كل كروموزوم بيتكون من جزء من الـ DNA اتفقنا؟ وكده الخلية استعدت للدخول في الانقسام اللي هنشوفه إن شاء الله مع بعض المرة الجاية خلي بالك من حاجة مهمة أو إيه هي؟ إن الخلية عشان تيجي تنتقل من مرحلة G1 للـ S-Phase للـ G2 ثم الميتوزيس لازم لازم يكون في عوامل معينة هي اللي بتيجي وتتحكم في مرور الخلية من مرحلة لمرحلة العوامل دي بتبقى عبارة عن مجموعة من البروتينات العوامل دي هي اللي بتنظم أو بتعمل regulation للـ S-Cycle لأن ما ينفعش الخلية مع نفسها وبنفسها تيجي وتمر من مرحلة ومرحلة لازم يتم فحصها في كل مرحلة قبل انتقالها للمرحلة اللي بعدها هذا الفحص بنطلق عليه واتسكون شيك بوينت أو نقاط الفحص يعني إيه شيك بوينت أو نقاط الفحص؟ زي ما قلتلكم هي عبارة عن مجموعة من البروتينات البروتينات دي بتيجي وتفحص الخلية وتتأكد إن كل حاجة فيها سليمة قبل انتقالها من مرحلة لمرحلة طب افرد لقيت فيه أي مشكلة في الخلية بيقول لها لا أقفي وصلاحي المشكلة اللي عندك الأول قبل ما تقدر إن انت تروحي على المرحلة اللي بعدها حشبه لكم بإيه كده بالضبط؟ حشبه لكم بالضبط كده بموظف الجوازات اللي حضرتك بتقابله لما تيجي بتسافر انت أول ما بتيجي وتدخل على بوابط المطار بتلاقي كده فيه موظف جوازات اللي هو لابس كده اللبس الميري ومستنيه بيشوف الباسبورت بتاعي والتذاكر ويعرف إن انت المسافر عشان يدخلك من بوابط المطار على جوه بعد ما بتدخل بتروح على الشيكين بييجوا يشوفوا برضو التذاكر بتاعتك والباسبور وياخدوا الشنط منك بعد كده تروح على المرحلة اللي بعدها اللي هي عبارة عن الجوازات ياخدوا الباسبور ويختموه وبعد كده تروح على المرحلة اللي بعدها اللي هي قبل البوابة بتاعت الطيارة يشوفوا برضو الباسبور والتذاكر والله كله تمام اتفضل اطلع على بوابة الطيارة لقوا أي مشكلة ها هتقدر توحر مرحلة اللي بعدها لا أقف وكملي الورق بتاعي نجحت إنك تكمل تكمل اتفضل روح على المرحلة اللي بعدها ما نجحتش لو والله إحنا أسفين مش هتقدر إن انت تسافر غير لما تكمل الورق بتاعي هو ده بالضبط اللي بيحصل مع الخلية أثناء انتقالها من مرحلة لمرحلة مجموعة البروتينات دي اللي مسؤولة عن فحص الخلية هي بتفحص إيه في الخلية بتفحص هل الDNA بتاع الخلية ده سليم مفهوش تلف هل الDNA تم تضاعفه بالكامل هل الخلية خزنت طاقة تكفيها لعملية الانكسام هل كوين البروتينات اللي محتاجاها عشان تضاعف بيها الDNA هل الخلية استقبلت إشارة من البيئة المحيطة إنها تدخل وتنقسم ولا لأ والله لو نقاط الفحص دي فحصت الخلية ولقت إن كل حاجة سليمة اتفضلت خليها على المرحلة اللي بعدها لقت إن في مشكلة هتعمل إيه هتوقف الخلية وتقول لها تعالي صلح المشكلة اللي عندك وبعدين تعاليلي تاني نجحت الخلية إنها تصلح المشكلة بتاعتها فاضلي وانتقلي على المرحلة التي تليها فشلت الخلية إنها تصلح المشكلة اللي عندها هتحصل سيناريو من اتنين إيه هو؟ يا تنتن يا تنتن إيه يا تنتن يا تنتن؟ يا حتنتحر يا حتنحرف تعالوا مع بعض كده ونشوفوا السيناريوين السيناريو الأولاني إن الخلية تنتحر ده أفضل سيناريو أحسن حل الخلية هتنتحر؟ آه إيه ده الخلية هتنتحر زي البني أدمير؟ آه تصدق؟ الخلية بتجهز بنفسها ولنفسها عملية انتحارها الخلية هتنتحر بواطي سكول الأبوبتوزيس اللي حناخده بعد كده وكلمة أبوبتوزيس يعني إيه؟ أبوبتوزيس معناها السكوت من أعلى اللي انتحار زي كده عروحين بيانتحر جرمي نفسه من فوق هي برضو الخلية هتعمل كده هتنتحر فهذا السيناريو هو أفضل السيناريو هات ليه أفضل السيناريو هات؟ لأن الخلية فشلت إنها تصلح الخطيئة اللي جواها فبالتالي هتخلصنا منها ومن أرفها ومن عرها وحتنتحر وحتنت خير وبركة لكن تعالوا على السيناريو الأسوأ إيه هو السيناريو الأسوأ؟ إن الخلية هتنحرف هتنحرف يعني إيه؟ يعني الخلية بالرغم إنها فشلت في إنها تصلح العيب اللي جواها إلا إنها هتفضل مكملة جوا الإنترفيز وتنتقل من مرحلة لمرحلة بالخطيئة اللي جواها وتدخل على الميتوزس جواها الخطيئة وتيجي تنقسم لخليتين كل واحدة جواها نفس الخطيئة وتيجي كل خلية من الخلايا البنات تعمل نفس اللي عملته أمها وتدخل على الميتوزس وتنتج لي زرية من الخلايا كلهم فيهم نفس الخطيئة وينتق في النهاية حاجة من حاجتين يا كروموزوم الأنوماليز أو اللي هو خلل في عدد الكروموزومات أو كانسر سرطان اتفقنا يا شباب؟ بإذن عايزين نعرف مع بعض إيه نقاط الفحص اللي الخلية هتعدي بيهم؟ أنا عندي فيه خمس نقاط فحص تلاتة منهم بيحصلوا أثناء الإنترفيز واتنين بيحصلوا في الميتوزس والنهاردة هناخد مع بعض التلاتة اللي هم بيحصلوا أثناء الإنترفيز أول واحدة بقول عليها Restriction Point تاني واحدة بقول عليها DNA Damage Checkpoint وتالت واحدة بقول عليها Unreplicated DNA Checkpoint وخلي بالك إن كل واحدة من دي اسمها بيدل هي مسؤولة عن إيه بالزبط وناخد أول Checkpoint عندنا اللي بنقول عليه Restriction Checkpoint يعني إيه كلمة Restriction؟ يعني بتحد بتقيد أه يعني إيه؟ يعني مرحلة الفحص دي بتكون موجودة في G1 بتحد من دخول الخلية من G1 للS phase إلا لو الخلية استوفت شرطين إيه الشرطين دول؟ أول حاجة إن الخلية زادت في الحج ورجعت للحجم الطبيعي بتاعها واللي احنا قلنا عليه قبل كده إن الخلية لازم ترجع للحجم الطبيعي بتاعها تاني حاجة إن الخلية استقبلت إشارة من البيئة المحيطة إنها تيجي وتدخل في الإيه؟ تدخل في الإنقسام والله لو الخلية استقبلت إشارة إنها تدخل في الإنقسام حتيجي الريستريكشن بوينت دي وتسمح لها إنها تعدي من الـ G1 للS stage ما استقبلتش إشارة هتقول لها لا إيه؟ لا أقفي وموتي بالأبوبتوزيس لإنك ما استقبلتيش إشارة خلينا أقول لك إن الريستريكشن بوينت دي بتعتبر أهم نقطة فحص في كل السل سايكل ليه؟ لأنها عبارة عن البوابة اللي بتحد من مرور الخلية من الـ G1 على الـ S phase لو الخلية ما استقبلتش إشارة إنها تدخل في الإنقسام فبتبقى وقفة كده البوابة كده أو بتيجي الريستريكشن بوينت كده زي البوابة مقفولة تقول للخلية لأ يا حبيبتي أنت ما استقبلتش إشارة عشان تدخل يا على الـ S phase والضعف الـ DNA بتاعك فحضرتك يا تغذي بعدك وتطلعي معاش وتروحي برا على الـ G.O لأن أنت خلية متمايزة متخصصة لا تستطيع الإنقسام يا إمتا هتروحي وتموتي بالأبوبتوزيس خلي بالكو إن الريستريكشن بوينت دي هي دي البوينت اللي بيحصل لها فقد في الناس اللي عندهم إيه كانسر أو سرطان طب وإيه اللي بيحصل لما الريستريكشن بوينت دي تفقد اللي بيحصل يا شباب إن خلايا السرطان دي خلية هي مش مستنية إشارة إنها تجيلها علشان تيجي وتدخل في السل سايكل وتنقصم خلايا السرطان دي مع نفسها بتيجي وتدخل من الـ G1 وتروح على الـ S stage لأنها أصلا ما فيش الريستريكشن بوينت دي اللي حتقف قصادها مش موجودة فبالتالي الخلية خلي بالك طالما عدت على الـ S stage هي بنفسها بتقدر إنها تكمل أوتوماتيك وتروح على إيه على الميتوزيس مش مستنية إشارة إنها إيه تخليها تعدي من مرحلة لمرحلة هي مع نفسها بتقدر أوتوماتيك تمشي في السل سايكل وتروح على الميتوزيس فالمشكلة اللي حتحصل إيه إن ما فيش رادع واقف قصادة كانسر سلم يمنعها من المرورة على الـ S stage ومنه على إيه بقية المراحل اللي إيه اللي يحصل وحيحصل فيها بعد كده انقسام فنتيجة لكده إيه اللي بيحصل اللي بيحصل إن خلايا السراطان زي ما بنقول خلايا مجنونة ملهاش رادع ما فيش حد قادر يوقفها عمالة تدخل على الـ S stage ضعبة GNA وتقوم دخل على الميتوزيس وميتوزيس تجيب خلايا تدخل على الـ S stage وميتوزيس وهكذا وهكذا وينبق في النهاية جيل من الخلايا السراطانية كل ده حصل بسبب فجد هذه البوابة التي كانت تمنع دخول أو مرور الخلايا على الـ S stage لو ما استقبلتش إشارة ها تقدر إن هي يتعدي بيها على مرحلة الـ S stage خلينا أقول لك إن كمان الـ restriction point دي بتسمى the point of nor return يعني إيه الـ point of nor return؟ يعني نقطة اللي هي عودة يعني سكة اللي يروح مايرجعشي طب هي ليه تسمى the restriction point بهذا الـ S لأن الخلية عند restriction point هتاخد قرار نهائي القرار النهائي ده هو إيه؟ اللي هي المثل هتدخل على الـ S phase عشان تضعف الـ DNI بتاعه ومنه تدخل على الميتوزيس فبالتالي هتبقى خلية تستطيع الإنقسام أو هتاخد قرار إنها مش هتعدي الـ restriction point دي وحتسيب السيل سايكل خالص وحتروح على الـ GO stage وحتبقى خلية متميزة من هنا جاء تسمية الـ restriction point بـ نقطة اللي هي عودة أو the point of nor return اتفقنا يا شباب تاني نقطة فحص عندنا اللي بنقول عليها الـ DNI damage checkpoint ومن اسمها النقطة دي أو نقطة الفحص دي هتفحص إيه بالزبط؟ هتشوف هل في أي تلف حصل في الـ DNI امتى يعني؟ يعني امتى هتفحص الخلية؟ هتشوف لو حصل أي تلف قبل تضاعف الـ DNI أو أثناء تضاعف الـ DNI أو بعد تضاعف الـ DNI يبقى معنى كده أنا متوقعة نقطة الفحص دي هتكون موجودة فين؟ هتكون موجودة في الـ G1 وفي الـ S وفي الـ G2 والله لو لقى إني في أي تلف في الـ DNI هتقول للخلية لا أقفي وصلح التلف اللي عندي نجحت الخلية إن أتصلح التلف اتفضلي روحي للمرحلة اللي بعدها ما نجحت شي يا تنتن يا تنتن يا هتنتحر يا إيه لقدر الله هتنحرف اتفقنا يا شباب خلي بالكم إن حاجة مهمة قوي إيه هي؟ إن في حالة حدوث تلف للـ DNI بيحصل إن فيه جين معين في جسمنا الجين ده بيحصل له تنشيط وينتج عن تكوين بروتين مهم جدا اسمه تيومر سبريسور بروتين بي 53 يعني ايه تيومر سبريسور بروتين بي 53؟ تيومر سبريسور بروتين يعني بروتين بيسبريس حدوث تيومر بيصب التكوين ايه؟ بيمنع تكوين الكانسر هذا البروتين زي ما قلنا لما بيحصل دامج لـ DNI بيتكون فبيعمل ايه؟ هذا البروتين بيجي ويوقف السل سايكل علشان يخلي الخلية تصلح الـ DNI بتاعها صلحته حترجع تاني الخلية تدخل في السل سايكل ما عرفتش تصلحه حيخلي الخلية تدخل في الإيه؟ في الأبوكتوزيس وساعتها ايه اللي يحصل؟ تحمينا من وجود خلايا جواها في دامج الـ DNI DNI حصل فيه تلف فبالتالي هذه الخلايا لما نتخلص منها ايه اللي يحصل؟ يمنع حدوث السرطان لكن خلي بالك في الناس اللي هم للأسف عندهم سرطان هذا البروتين أو هذا الجين اللي بيكون البروتين بيحصل فيه طفرة فنتيجة لكده الـ P53 ده ما بيبقاش موجود فايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان الخلايا اللي فيها دامج الـ DNI بتيجي وتكمل في السلسايكل وتنقسم وينتج في النهاية ايه؟ خلايا سرطانية اتفقنا شباب؟ ونروح على آخر شيك بوينت عندنا في الـ Interface اللي بقول عليها الـ Unreplicated DNA Checkpoint من اسمها هتفحص ايه؟ هتفحص لو فيه اي جزء في الـ DNA او اي DNA ما حصلهوش ايه؟ تضاعف يبقى ازا هزي الشيك بوينت هتبقى موجودة فين؟ هتبقى موجودة في الـ G2 بما ان ايه؟ بما ان التضاعف بيحصل في الـ S-Phase وهي هتبقى موجودة في المرحلة اللي بعد ايه؟ بعد الـ S-Phase على طول يعني الخلايا خرجت كده من الـ S-Phase تفحصها وتشوف هل حصل تضاعف كامل لكل الـ DNA ايه؟ ولا فيه DNA ما ايه؟ ما حصلوش تضاعف يبقى ازا اقدر اقول ان الـ Unreplicate DNA Checkpoint دي بتمنع دخول الخلية في الميتوزس قبل ما يحصل ايه؟ تضاعف كامل لكل الـ DNA لان خلي بالك لو الخلية ما ضعفتش كل الـ DNA بتاعها ايه اللي هيحصل؟ هيحصل انه لما حتيك تدخل على الميتوزس وتنقسم وتديني خليتين حيبقى فيه خلية منهم ملها مفقود فيها واحد من الـ DNA مفقود فيها واحد كروموزوم فبالتالي ينتج عن كده ايه؟ ينتج عن كده خلل في ايه؟ في عدد الكروموزومات فحنقول ان الخلية نجحت في انها تضاعف كل الـ DNA بتاعها هنقول لها تفضلي رويح على الميتوزس ما نجحتش لا اقفي وضعفي كل الـ DNA بتاعتك نجحت في انها تضاعفه فقدولي على الميتوزس ما نجحتش يا تنتين يا تنتين يا حتنتحر يا حتنحرف ونشوف مع بعض كده فيديو صغير يوضح العلاقة ما بين الدمج اللي بيحصل في الدي اني ايه الشيك بوينت والبريست كانسر او اللي هو سرطان الثاج طبعا احنا عارفين ان سرطان الثاج ده اه من اكتر السرطانات المنتشرة في الفيميات ادي البرست وده عبارة عن السلز بتاعت البرست طبعا هندخل ايه جوه النواة المصدر وبدوز ايه الكنسر ادي النيوكليس بتاعتي ده الكروماتين اللي هو عبارة عن ايه طبعا زي ما قلنا خلي بالكو شباب احنا في اليوم الواحد بيحصل لنا مئات المئات من الدمج للدي اني اي ده ده في اليوم الواحد نتيجة للاشعة والتلوث اللي حوالينا بس خلي بالك ربنا بيخلق لنا المكان البروتينات اللي بتقدر تصلح من هذا الدمج يعني ده واحد من البروتينات ده اللي بيصلح هذا الدامج اللي موجود في الDNA شايف بص صلحه ولا كأن في أي حاجة حصلت خالص طيب افرض ان الدامج ده حصل بعد ما حصل تضاعف للDNA يعني بعد ما دخلت الخلية في الاستفيز حصل هذا الدامج ايه اللي هيحصل بيقولك ان ربنا برضو خلق لنا او خلق للست بروتين تاني هذا البروتين بيجي ويصلح هذا الدامج اسمه بي ار سي اي وان فهذا البروتين هيجي ويقوم جاي نصلح الدامج اللي حصل بطريقة كده يعني ربانية رهيبة عجيبة مش هندخل في التفاصيل بتاعتها بس نشوف ازاي بيصلح الدامج بص سبحان الله يعني سبحان الله ولا كأن حاجة حصلت كل ده بيحصل وحضرتك اعجم انتخ على الكنبة فانت متخيل كل ده بيحصل في جسمك ايه دي اهو تصلح الدامج ولا كأن في اي حاجة خالص المشكلة بقى في الناس اللي هما عندهم ان هذا البروتين البي ار سي وان ده بيبقى مفقود حصل فيه طفرة فنتيجة كده التلف اللي بيحصل في الدي اي ايه بعد ما بيتضاعف ما بيعرفش الجسم ان هو يصلحه فنتيجة كده بينتب ايه الخلايا السرطانية اللي بيبقى جواها هذا الدامج الدي اي اي ايه واللي بتقعد تتضاعف تتضاعف وتمشي في السلسة اللي تدينا مئات الملايين من الخلايا اللي كلها عبارة عن كانسر وينتب البريست كانسر اتفقنا يا شباب فطبعا احنا لازم نقول ان ربنا خلق لنا جوا جسمنا حاجة صغيرة جدا 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 ما نقدرش نعقلها او نتخيلها الا وهي الشيك بوينت حارس الامن بتاعنا اللي بيحفظنا عشان يحمينا من حاجة كبيرة قوي الا وهي الكانسر او كروموزومة الانوماليس فلازم طبعا نقول ايه الحمد لله الذي عفانا مما بتولي به غيرا وزي ما قلنا ان فيه اتنين شك بوينتز تانين هنخدهم ان شاء الله لما نيجي ندرس الميتوزس كده نبقى خلصنا ونشوف السؤال بتاعنا بيقول ايه جايب لك رسمة اهيه للسيل سايكل وبيقول لك تضاعف دي ان ايه بيحصل في اني مرحلة طبعا احنا لازم نجاوبي اول هي اني مرحلة مرحلة السي فيز طيب هل هي بقى عبارة عن السي فيز دي ان ايه ولا السي ولا الدي ولا البي فكر كده معايا وجاوب برافو عليك اجابة صحيحة بالفعل هي رقم اتنين سي اش معنى دي الاس فيز عشان اللي قابليها الجي وان فيز يبقى دي الاس فيز طبعا مين قال لي ان دي الجي وان فيز ببساطة شديدة احنا قولنا الجي وان اطول مرحلة من مرحل السيل سايكل وهيبينة فعلا اطول مرحلة وقابليها اقصر مرحلة اللي هي مين الميتوزس حدا تانية تقول لي ان دي الجي وان اه السهم اللي خيرك ده السهم ده عايز يقول لي ايه عايز يقول لي ان فيها خلايا خرجت من الجي وان وبقت في الجي او ستيج فاذا السهم ده معناه ان دي الخلايا بتاعت الجي او جي او ده بيحصل امتى في الجي وان وبقى ده فعلا ايه الجي وان يبقى ازا اللي يليه هو الاس فيز يبقى ازا الاجابة الصحيحة هتبقى سي كده اني بخلصنا thank you نشوفكم على خير ان شاء الله